مايكل دلوقتي انت راجع من الشغل ودلوقتي انت راجع خلاص كلنا كل الناس عندها قصات في حاجات ومدقيقة ساعات حاجات في الشغل مدقيقها ومنرفزها ومديره ممكن يكون منرفزه مع الصابه زميله في الشغل عمل مشكلة في الشغل وهو تجازه فيه المهم بنقابل ضغطات وخصوصا كمان الطرق والزحمة يعني انا ممكن اكون راجع من الشغل انا خارجة من الشغل تمام اخرج في طريق ساعة ساعة ونص في الزحمة في سخافة الناس اللي بتسوق واللي بتكسر عليك فانا بدخل البيت عايزة بقى هادي انت بقى ازاي انا افصل كده واجلب الطاقة الهادية اللي هو انا بتدي بقى قصة انت اول ما بتدخل البيت بتبتدي طاقة جديدة بحياة جديدة يعني انا خلصت يومي ففيه يوم تاني طويل جديد لسه جوه البيت انت ازاي بتعمل الكنترول ده يعني ازاي بقى يعني عقلة كده ما ادخل بدل المعودة زعق وزعق للولاد وزعق للبنت اللي بتساعدني في البيت يعني ازاي ابقى هادية وانا داخل البيت كده بصي انا يعني اقولك الموضوع ببوسطة جدا يعني انت عندنا طريقتين دايما في التفكير او الماينست بتاعنا لها طريقتين يعني بتشتغل بيه اي اوكي فيه طريقة بنسميها امباورينج يعني طريقة بتخليك تفكري انا ممكن اعمل كده ازاي وفيه طريقة دايما نسميها او مطبطة دي كلها حاجات بيه علاقة بطريقية تفكيري او بالطريقة اللي انا عالي بدوب بيها ده كان موجود جوه كتاب اسمه او عقليا الفكرة فين الفكرة ان انا طول ما انا دماغي هتفضل مركزة على الحاجات النقصة او الحاجات اللي وحشة والحاجات اللي بايزة كل الكلام ده انا مش عارف اشوف اي حاجة غير الحاجات دي فاني محتاج في الاساس رائب الفكرة الاساسية اللي بيتدور فعلي او رائب اول فكرة جاد في دماغي عاملت ازاي المشكلة ان الناس يعني كلنا يعني بننصق ورا اي حاجة بتحصل غلط وبنقعد نجري وراها لان الطبيعي بتاع عقلنا انه هو بيتأثر بشكل اساسي بالحاجات السلبية اكتر من الاجابات يعني انا لو قلتلك مثلا انت في ثلاث حاجات حلوة فيك وفي حاجة بحشة الثلاث حاجات الحلوة ده انا قلتهم دول ما لهوبش ايه لازمة خلاص انت غالب انا تنسيه ما تركزين على الحاجة الوحشة دي الطريقة اللي علينا اصلا مصمم انه هو يركز بيها مع الحاجات ده اللي بيتمان لنا السيربايبين ده اللي بيتمان لنا ان احنا نكون عايشين فعلا دي حقيقة ان الواحد دايما بيركز على اكتر ديفو فيه يعني انت لو لو قلت البنت انت كل حاجة فيك حلوة بس حرفة لو غيرت لون شعرك مثلا هتلاقيها طول الوقت بتدور على الوان السبغات والشعر